موسيقى أسعد الله أوقاتكم بكل خير أعزائنا المشاهدين وحلقة جديدة من مقابلة خاصة نتحدث فيها عن جديد القمة العالمية للابتكار في الرعاية الصحية والتي تعود للإنعقاد حضوريا بعد انحصار جائحة كورونا وكذلك أيام قبل انطلاق صافرة مونديال قطر 2022 وهذا مع ضيفي السيد عبدالله المهندي وهو رئيس منتدى القمة العالمية للابتكار في الصحة مرحبا بك سيدي معنا في سي أم بي سي عربية بداية نتحدث عن هذه القمة ما الذي تحمل في طياتها خاصة كما ذكرت هي تأتي بعد انحصار جائحة كورونا وكذلك أيام قبل انطلاق مونديال قطر 2022 طبعا هذه النسخة إن شاء الله ستكون السادسة والتي ستنعقد إن شاء الله من تاريخ أربعة أكتوبر ستستمر إلى ستة أكتوبر تحت شعار المدوات المستقبل طبعا هذه القمة ستجمع بين الحضور الفعلي وأيضا الافتراضي لتسماح أكثر عدد المشاركين لحضور إن شاء الله الجلسات النقاشية وأيضا ستكون إن شاء الله في الملتقة به مركز الطلاب المدينة التعليمية بمؤسسة قطر وطبعا هذه القمة نحن دائما نركز على أكثر المواضيع للحاحن بالنسبة للصحة العالمية فاخترنا إن شاء الله أربع محاور رئيسية بالنسبة حق الموضوع الصحة العالمية اللي هي إرث كوفيد 19 أيضا اخترنا موضوع الإعاقة والاندماد الاجتماعي وأيضا موضوع الرياضة والصحة والرفاهية تحت طبعا هذه المحاور الأربع الرئيسية هناك أيضا ستكون جلسات ومنتديات ويتمع أثرها إن شاء الله أطلاق تغارير بحثية خاصة فيها فأنا أذكر على سبيل المثال بعضها بالنسبة حق الأرض كوفيد 19 عندنا موضوع اللي هو بناء أنظمة صحية والدروس المستفادة من هذه الجائحة وأيضا عندنا موضوع المتعلق بالبيئة اللي هو التغير المناخي وتأثيرها على الأمن الغذائي والصحة وأيضا موضوع تطوير اللقاحات وأيضا موضوع الرياضة والصحة النفسية وأيضا موضوع الصحة النفسية لدى العاملين في الرعاية الصحية هذا بشكل عام بالنسبة للمواضيع إن شاء الله راح يتناولها مؤتمر وش القادم جميل لكن حدثنا تفصيلا عن جديد القمة هذه النسخة كذلك ما الذي يميزها عن النسخة السابقة والتي انطلقت مطلع العام 2013 ما جديد القمة بعد تسعة سنوات من الانطلاق طبعا من راعي أننا نعود حاليا للحضور الفعلي بعد كانت السنتين في الجائحة والحضور الافتراضي فإن شاء الله جديدنا في هذا المؤتمر راح يكون بالتعاون مع الجهات المحلية والدولية وأيضا بالتعاون مع اللجنة العليا المشاريع والإرث اللي هو ستحظى بطولة كاس العالم بمواضيع رئيسية إن شاء الله راح نطلق ثالث تغارير بحثية رئيسية متعلقة بموضوع كاس العالم وإرثه الصحي على المجتمع وطبعا للعالم وأيضا عندنا إن شاء الله راح تضمن قمة وش 2022 لهم اتمر الدوحة الدولي لعاقة والتنمية كوننا نرى أن موضوع الإعاقة وأيضا الاندماج الاجتماعي وسهولة التنقل لذوي اللعاقة مهم جدا أيضا في البطولات الرياضية وكيف تهيئت هذه المنشآت الرياضية للاستماح لهؤلاء بحضور الفعلي والاستمتاع في الأجواء هذه إن شاء الله المنديالية طبعا هذه القمة عادت لتعقد حضوريا بعد انحصار جائحة كورونا ما الذي يعني هذا الأمر بالنسبة لكم كقائمين على منتدى القمة العالمية وكذلك لقادة صناعة الرعاية الصحية في العالم ما الذي غيرت جائحة كورونا إن على صعيد الشكل وكذلك مضمون القمة هذه السنة نرى انحصار يعني الله الحمد الجائحة مع ظهور اللي هو تطوير اللقاحات وغيرها لكن في نفس الوقت لاحظنا هناك تحديات صحية قائمة من ناحية المساواة وتوزيع اللقاحات في بعض الدول أو بعض المجتمعات ونسل حاجة الضغوطات النسية اللي مروا عليها العاملين في الإطاع الصحي بل هذا اخترنا شعار مدوات المستقبل كنظرة أمل والاستفادة من الدروس التي صارت في الجائحة هذه وكيف التغلب عليها إذا جاءت إن شاء الله جوائح أو بئة لقدر الله في المستقبل كذلك هذه القمة سوف تعقد أياما قبل انطلاق مونديال قطر لكرة القدم عام 2022 أنت تتحدثت في إجابات سابقة بإجازة عن هذا الأمر لو نتحدث تفصيلا ما الذي تتضمنه القمة في نسختها الجديدة بخصوص الطب الرياضي وكذلك الرعاية الصحية في القطاع الرياضي حدثنا تفصيلا ما هي دلالات إنعقاد هذه القمة أياما قبل انطلاق صفرة مونديال قطر حددنا هنا ثلاث تقارير متعلقة بموضوع الكأس العالم والأرث الصحي بالتعاون مع اللجنة العليا مشاريع الأرث وأيضا جهات محلية ودولية فهذه أنا أذكر من ثلاث تقارير تقريب عنوان رفعية العمال الوافدة سيناقش هذا التقرير مدت اللي هو مساهمة دولة قطر في موضوع تقديم الخدمات الطبية والصحية وأيضا التوصيات الخاصة بالتحسينات هذه الخدمات الصحية أيضا عندنا موضوع المتعلق بالتصاميم التي تساهم في تسهيل الحضور الجميع والتي ستركض على موضوع لعاقة كيف أن قطر بدأت باستعداد متهيئة الأجواء وأيضا التنقل في الملاعب كأس العالم لذوي الاحتياجات الخاصة والكبار والأطفال للحضور هذه البطولة وأيضا عندنا موضوع الذي هو إرث البطولات الصحية البطولات الرياضية الكبرى وتأثيرها على المجتمعات فكيف أن بطولة كأس العالم أو حتى الاستفادة من التجارب الدول الأخرى مثلا في الأولمبياد وغيرها تركت أثر صحي على المجتمعات من ناحية تعزيزهم من نشاطهم البدني أيضا الممارسات الصحية كالأقلاء عن التدخين والتغذية السليمة وغيرها كذلك حدثنا عن العنصر الأهم في هذه القمة وهي الأبحاث والدراسات التي سوف يقوم القادة المجتمعين بمناقشتها ودراستها وما الذي سوف تضيفه للساحة العالمية والإقليمية وحتى العربية في مجال الرعاية والابتكار في قطاع الصحة الابتكار في الرعاية الصحية يعني نقول لحنا شوي يواجه تحديات من ناحية التكلفة أو من ناحية إقناع أصحاب رؤوس الله من الاستثمار في هذا القطاع غيرها عن قطاعات مثلا المالي أو الاقتصادي فالرعاية الصحية تحتاج مثلا المستثمر في الانتظار عن 18 سنوات للمردود العائد لهذا الاستثمار ولكن نحن في ويش عندنا نطلقنا له جائزة ويش الابتكار هناك جائزة لفئة ومضة الابتكار للمفتدئين أو للشركات الناشية في المجال وأيضا هناك فئة تسريع الابتكار للشركات القائمة بالنسبة لتقديم حلول صحية وإن شاء الله وصلنا تقريبا 800 متقدم من 80 دولة في العالم وإن شاء الله في شهر يوليو القادم سنعلن على 20 إن شاء الله مرشح سيحظون إن شاء الله بعرض مشاريعهم في معرض ويش في القمة وأيضا سيتم تكريم اللي هو الأول من كل فئة من ناحية تقديم دعم مالي وأيضا من ناحية اللي هو اللقاء وتقديم دورات للخبراء والأصحاب السياسات والأصحاب القرار والمستثمرين خلال المؤتمر وطبعا لقاءهم من نسبة المحليين وأيضا الدوليين سيد عبدالله حدثنا أين يكمن اليوم أهمية الابتكار في الرعاية الصحية وكذلك منتدى القمة العالمية للابتكار في الرعاية الصحية ما الذي يقدمه اليوم في هذا المجال على الصعيد المحلي في دولة قطر وكذلك على الصعيد العالمي خاصة وأن القمة ذات بعد إقليمي وعالمي نعم نحن في وش طبعا نشجع الابتكار بشكل عام في الرعاية الصحية طبعا الابتكار لا يقصد فيه كمنتج أيضا يكون ابتكار عن تظيم حلول مثلا تجربات مع المريض تشخيص المريض أو غيرها بطريقة تكون ميسرة وقلة في التكاليف وأيضا نساهم في إطلاق تقارير هذه التقارير تساهم في صناعة بعض القرارات السياسية المتعلقة بالصحة يعني نحن في قطر تبنت الوزارة الصحة وغيرها من الوزارات بعض المخرجات وش هذه المخرجات من ضمنها التقارير الصحية مثلا عندنا بالنسبة حقيا الذي هو ذوي التوحد أو حتى مرضى السكر أو حتى المرضى المصابين مثلا بالخرب فوش تكون منصة مشجعة بإثراء النقاشات وإذا نطلق هذه التقارير البحثية للصنع سياسات صحية قادمة وتكون برامج في أرض الواقع كذلك حدثنا عن الفعاليات المصاحبة لهذه القمة قبل وأثناء وبعد الانطلاق هل سوف تقتصر على القمة من خلال المؤتمر أم هناك فعاليات مصاحبة تخدم قطاع الابتكار في الرعاية الصحية كالعادة عندنا في وش أسبوع الدوح للرعاية الصحية ينطلق قبائل القمة إن شاء الله سيكون تاريخ 29 سبتمبر والمهتمين وطبعا هذه الأسبوع يستهدف المجتمع وجميع أفراد المجتمع من الأطفال وكبار وأسر فراح إن شاء الله تكون فعالياتها تكون حضور فعلي وأيضا مرئي فالمهتم ممكن يدخل موقع وش وتسجل ويتطلع على هذه الأنشطة فهي بعض الأنشطة متضامنة اللي هو تعزيز النشاط البدني الممارسات الصحية الصحة النفسية أيضا هناك أنشطة متعلقة بالاستدامة فهي أنشطة متناوعة تفاعلية مع المجتمع كذلك كيف يمكن البناء على مخرجات منتدى القمة العالمية للابتكار في الرعاية الصحية في قطاع الصحة على الصعيد المحلي أو العالمي هل هناك تجاوب من الجهات التنفيذية الرسمية؟ هل أنتم تقدمون المخرجات الخاصة بالقمة للجهات الرسمية من أجل العمل بها والاستفادة من الخبراء وعمل القادة الخاصين في الرعاية الصحية وما قدموا في القمة؟ طبعا نحن عندنا مثلا جوانب أخرى يذكر على سبيل المثال اللي هو عندنا تقرير مختص بتغير المناخي والصحة فرأينا أن هناك في تبنية بعض الجهات المحلية الصحية في قطر مثلا كيفية تحويل قطاع الصحي إلى قطاع أخضر من ناحية تعزيز ثقافة الاستدامة وتدوير النفايات الطبية وفرزها فهذا جزء من توصيات التي خرجت من بعض لقمة غوشة سابقة ونأمل إن شاء الله في القادم أن هذه التغارير التي ستتناولونها الخبراء ستنعكس أيضا بالنسبة لموضوع الصحة والرياضة والاستدامة لو نتحدث عن دولة قطر أين ترون دولة قطر من خلال الابتكار في الرعاية الصحية كيف تقيمون حجم إنفاق دولة قطر على قطاع الابتكار في الرعاية الصحية وما هو المأمول خلال السنوات القادمة لا الحمد نرى أن منظومة الابتكار في قطر تكون مشجعة بين جميع القطاعات سواء كانت قطاعات الصناعية الزراعية أو حتى الطبية فنرى هناك كمركز نشجع على هذا الابتكار وعندنا جائزة أطلقناها على مدارها في النسخة السادسة وهناك أيضا مراكز أخرى تتبنى التحديات الصحية مثلا تحديات بالنسبة للمرضى أو حتى اختراع أو إيجاد طرق بديلة مثلا أو تساهم في علاج المريض فأنا أشوف المنظومة البحثية في طار أيضا التعاون الذي حاصل بين الجامعات المحلية أيضا مع الدولية الممتازة في نهاية هذا اللقاء لا يسعني إلا أن أشكرك السيد عبدالله المهندي وأنت رئيس القمة العالمية للابتكار في الرعاية الصحية وأنتم أعزائنا المشاهدين إلى لقاء آخر إلى ذلكم الحين السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته اشتركوا في القناة